جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحطة الصينية في هذه الجولة تكلمنا عن زيارته لإندونيسيا النهاردة الرئيس وصل إلى بكين العاصمة الصينية في زيارة رسمية بتستغرق 3 أيام كان قادم من سنغافورة الزيارة بتتطمن لقاءات ثنائية مع قادة الصين وأيضا مع عدد من زعماء العالم اللي هيجوا على الصين عشان يشاركوا في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية التانية رئيس أيضا هلتقي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية الصينية لحثهم على الاستثمار في مصر في أيضا من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات الصينية منها اتفاقية التعاون المتعلقة بتعزيز القدرات الانتاجية